بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسم الخير نعمة من الله تعالى وهبة عظيمة لأمتنا وفضل من الله تعالى إذا عاشها الإنسان بحق واستفاد منها بصدق فإن الإنسان عندما يستعد لمواسم الخير يستطيع أن ينجح فيها أما الإنسان الذي لا يستعد يفاجأ والإنسان المفاجأ لا يستطيع أن يغتنم هذه الفرصة بكافة أشكالها وكافة أوقاتها عن الاستعداد لرمضان أتحدث وأقول إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نستعد لرمضان من قبله بشهرين وكذلك كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تهب نفحات الخير في رجب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأقول لك أخي المسلم كيف كان الاستعداد لشهر رمضان أما شهر رجب فإنه شهر من الأشهر الحرم والأشهر الحرم أربعة أشهر حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال هذا هو المشهور عنها لكن أزيدك على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني إي فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني إياكم وفعل الذنوب والمعاصي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف في الأشهر الحرم الحسنات ويضاعف فيها السيئات يضاعف الحسنات يعني تأخذ الثباب مضاعف والسيئة أيضا تكتب مضاعفة وهذا من العدل هو ضاعف الحسنات وضاعف السيئات فحذر وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم يبقى إذن وأنت تستعد لشهر رمضان عندما يأتي شهر رجب أنت تستعد بترك المعاصي شهر كامل حضرتك بتدرب في نفسك على أنه مفيش معصية طب إذا سقط الإنسان في ذنب يسارع بالتوبة وهكذا فإذا مضى شهر رجب وأتينا إلى شهر شعبان كان نبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كثرة الصيام فيه وكثرة الصيام فيه استعدادا لشهر رمضان حتى يدرب الإنسان نفسه في بقى كثير من الناس أول يوم رمضان وتاني يوم رمضان وتالت يوم على ما يتعود على الصيام هو صايم ولسه بيشعر بالصداع والتعب والمشقة ولسه ما تعودش على ترك الشاي وترك القهوة إلى غير ذلك على ما يدخل في جو الصيام عد عشر تيام وبعدين يفاجأ بأنه كأدنى في العشر الأواسط يجي العشر الأواخر نازل السوق علشان يشتري لبس الأولادهم بيسعمل كذا بيروح لكذا بيلف على المحل الفلاني في شهر رمضان يفاجأ الإنسان بأنه أهدر أوقات كثيرة منه لكن الحقيقة لو أن الإنسان كان مستعد ومن شهر شعبان بيبدأ يدرب نفسه على الصيام يدخل في رمضان من أول ليلة مستعد وبالتالي أقول لك أول ليلة مهمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أول ليلة اللي هو بكرة هنصوم أول ليلة دي فيها سبعين ألف بيعتقوا من النار احرص على أن تكون واحدا منهم طب مش مهم السبعين ألف دول قال ليني افتني ليلة افتلت ليلة يا سيد الفاضل احرص احرص أنت لا تعرف متى ستفوز برحمة الله تعالى فكن من الحريصين على الفوز حتى تفوز وبالتالي لا تضيع وقتا إذن الاستعداد في شهر رجب بترك المعاصي في شهر شعبان بفعل الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي إلى الله تعالى وأنا صائم ييجي شهر رمضان وحضرتك مستعد دربت نفسك على ترك المعصية دربت نفسك على فعل الطاعة تدخل في جو من العبادة وبالتالي تكون في شهر رمضان في قمة اللياقة مستعدا للصيام جاهزا لأداء الطاعات دربت نفسك في شهر شعبان على قيام الليل بعض قيام الليل تيجي في شهر رمضان واقف ومستعد إنما على ما تتعود على قيام الليل تبقى نص رمضان عدة هذا أمر فيه تقصير كثير نحن نحرص على هذا لأننا نحتاج إلى استغلال كل لحظة في رمضان لماذا؟ لأنه في النهار أنت صائم الدعوة مستجابة العمل مضاعف في الليل في عتق من النار وبالتالي استعد واغتنم وحاول أن تنظم وقتك هذا أمر واجب عليك أن تفعله كما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي الكريم أهمس في أذنك بنصيحة أنا وأنت بشر معرضون للتقصير ومعرضون للضعف ومعرضون للخطأ ومعرضون للتعب لسنا أجهزة آلية يضغط على الزر فيتحول الإنسان من إلى وبالتالي الإنسان إذا لم يستعد بترك المعصية وفعل الطاعة ويقول سأفعل هذا أول ما يدخل رمضان ييجي واحد رمضان يقوم داخل لسه ما تغطش الزر لسه ما تعودش وبالتالي ستقع منه معاصي في رمضان وتقصير في الطاعة فحاول أن تغتنم أزيدك على هذا بأن الإنسان عندما يستعد لشهر رمضان استعدادا حقيقيا يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى لأنه يستعد للطاعة من قبلها وهذا أمر محمود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستعداد للصلاة من قبلها وبالتالي أنت تستعد ضيف يأتي في العام مرة ضيف تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب النيران تصفض فيه الشياطين تكتشف نفسك فحرص على أن تغتنمه من أول يوم وأخيرا أقول لك إياك أن تجعل لنفسك وردا من أشياء كثيرة هتعمل في رمضان واحد اتنين تلاتة عشر حاجات عشرين حاجة غديدة قد حكتين اتنين وابدأ داوم عليهم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإنقل لكن تحط عشرين حاجة مش هتعمل منهم حاجة وإن عملت أول يوم هتأثر في بعد كده وأنا أريدك أن تستمر أسأل الله لي ولك الثبات وأن يعيننا على طاعته إنه سميع قريب ومجيب الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته